طلاب صف الخامس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس الثالث من الوحدة الرابعة درس طرح الكسور وهو درس سهل جداً نفس فكرة جمع الكسور فقط بيناتهم إشارة طرح ضروري جداً ماما إني أخلي المقامين متساوية وبهذا الدرس يعطيني المقامات بواحد فيهم من مضاعفات الآخر مثلاً 3 على 5 ناقص 2 على 15 بتطلع على المقامات ماما عندي 5 وعندي 15 الخمسطعش من مضاعفات الخمسة زي ما أخذنا بالدرس الماضي هذا العدد الأكبر هاد من مضاعفات هاد هل أستطيع أني أخلي الخمسة تصير 15 بكل سهولة ضرب 3 ضرب 3 لاحظوا أني لازم أكون خافة جدول الضرب شو بتصير ماما؟ بتصير 9 على 15 ناقص ناقص 2 على 15 أصبح الكسرين متشابهين شو يعني متشابهين؟ يعني مقاماتهم متساوية اتفقنا أنه لما بوحد المقامات المقام بينزل زي ما هو يعني لا بجمعه ولا بطرحه 9 ناقص 2 سبعة مثل الجواب 7 على 15 وبدنا نركز على شغله 7 على 15 ماما السبعة بتقبل القسمة على سبعة وعلى واحد لأنها عدد أولي الخمسة عشر ما بتقبل القسمة على سبعة فهذا الكسر بيكون كسر في أبسط صورة ناخد كمان سؤال مثلا لو حكا لي يا خامس الحلوين أربعة صحيح ناقص 3 على 8 لاحظ الآن عندي عدد صحيح بدي أظنم تذكر أنا ويجعكم أي عدد صحيح أي عدد صحيح شو مقامه هو عبارة عن كسر هو كسر هذا الكسر مقامه واحد إذن أي عدد صحيح هو عبارة عن كسر هذا الكسر مقامه واحد إذن بحكي هون أربعة على واحد ناقص 3 على 8 بنرجع الآن لتوحيد المقامات التمانية هي المضاعف يعني هي المقام الأكبر بدي أخلي الواحد تصير تمانية بضرب هون فيه تمانية وبضرب هون فيه تمانية وبركز على فكرة أني لازم أضرب البسط والمقام في العدد نفسه يا خامس شو بتصير عندي ماما؟ بتصير 32 على 8 ناقص 3 على 8 المقامين أصبحوا متساويين بطلع عندي الجواب 29 على 8 وإذا المس طلبت منك هذا إنك تحوله من كسر غير فعلي إلى عدد كسري بكل سهولة الـ 29 على 8 نقسم البسط على المقام زي ما أخذنا بالدرس الأول 29 على 8 3 3 في 8 24 29 ناقص 24 5 يعني الـ 29 على 8 تساوي 3 صحيح وخمسة على 8 هيك بكون أنا حولت من كسر غير فعلي إلى عدد كسري تمام يا أمي؟ طب لو أعطاني أطرح عدد كسري مثلا أربعة صحيح واخط صحيح وربع في بيناتهم إشارة طرح في هاي الحالة بكل سهولة بحول العدد الكسري إلى كسر غير فعلي؟ لا أو شوف عندي طريقتين هون أنا رح أشرح لك طريقتين وانت أختار الطريقة السهلة إما أني بحول العدد الكسري إلى كسر غير فعلي تمام؟ أو أني بفرط الأربعة هلا بحكي لكم كيف بفرط الأربعة تعالوا هون أربعة صحيح ناقص احنا اتفقنا الأربعة شو مقامها؟ واحد هون ضرب هون زائد أربعة في واحد أربعة زائد واحد خمسة على أربعة إذن ماما أربعة صحيح ناقص واحد صحيح وربع هلأ صارت أربعة على واحد ناقص خمسة على أربعة انواحد المقامات ضرب أربعة ضرب أربعة ستعش على أربعة ناقص خمسة على أربعة ويساوي 11 على أربعة وال11 على أربعة هي كسر غير فعلي إذا بدأ حولها لعدد الكسري بقسم الـ 11 على أربعة اتنين بأربعة تمانية 11 ناقص تمانية ثلاث يعني اتنين صحيح وثلاثة على أربعة طيب بالكتاب شارح لي بطريقة تانية تمام؟ اللي هي أربعة صحيح ناقص واحد وربع لنفرض أنك أنت رحت على الدكانة أو على المقصف بدك تشتري معاك أربعة دنينير بدك تشتري بدينار وربع بإمكاني بكل سهولة الأربعة دنينير أفرطهم شو يعني أفرطهم؟ يعني بخلي ثلاثة جامدين معي وباخد دينار بفكه كيف بفكه؟ شايفيني المقام اللي هون؟ بفكه إلى أربع أربع لو كان المقام اللي هون خمسة خمس أخماس لو كان اللي مقام الثنين ثنين على الثنين يعني بعمله كسر بسطه يساوي مقامه أعيد مرة تانية الأربعة تساوي ثلاثة صحيح زائد كسر هذا الكسر يجب أن يساوي واحد أمتى الكسر بساوي واحد؟ إذا كان بسطه يساوي مقامه فهي عبارة عن ثلاثة صحيح وأربعة على أربعة تمام ماما؟ ثلاثة صحيح وأربعة على أربعة ناقص واحد صحيح وربع الآن بطرح ثلاثة ناقص واحد اثنين أربعة أربعة ناقص ربع ثلاثة أربعة ولاحظ أنك على الطريقتين وصلت لنفس الحال فبالطرح إما أني بحول العدد الكسري إلى كسر غير فعلي بواحد مقامات أو أني بأخذ العدد الصحيح اللي هون بأخذ منه واحد باكتبه على شكل كسر بسطه ومقامه يساوي مقام الكسر التاني إذن نكتب الواحد اللي أخذناه على شكل كسر شكل كسر بسطه ومقامه يساوي مقام الكسر التاني عشان يسهل علي ما أرجع أواحد مقامات ومن ثم بطرح زي ما كنت أطرح أجمع بالعدد الكسرية إنه كيف؟ إنه العدد الصحيح ناقص العدد الصحيح والكسر ناقص الكسر تمام ماما؟ خليكم معايا ناخد كمان سؤال عليها نكمل يا خامس مثلا لو أعطاني ماما اثنين صحيح وثلاثة على أربعة ناقص واحد صحيح ونص هنا ما في داعي أحول إلى عدد الكسرية إلى كسور غير فعلية هنا فقط بوحد المقامات هذا المقام الكبير الاثنين بإيش مضربها بتعطيني أربعة؟ ضرب اثنين ضرب اثنين شو بتصير عندي ماما؟ بتصير اثنين صحيح وثلاثة على أربعة ناقص واحد صحيح واثنين على أربعة الآن بطرح العدد الصحيح ناقص العدد الصحيح بطلع عندي واحد والكسر ناقص الكسر بطلع عندي ربع إذن الجواب واحد صحيح وربع تمام يا عيوني؟ ناخد كمان سؤالين مثلا ثلاث ونص ناقص اتنين وثمون مين المقام الأكبر؟ المقام الأكبر التمانية بدي أحول لتنين لتمانية بضرب بأربعة ما بنسى إني بضرب كل من البسط والمقام شو بتصير يا ميس؟ بتصير ثلاث صحيح اللهم أسلع سيدنا محمد وأربعة على تمانية ناقص اتنين صحيح وواحد على تمانية ثلاثة ناقص اتنين واحد أربعة ناقص واحد ثلاثة والمقام بينزل زي ما هو طيب لو أخذنا خمسة صحيح ناقص ثلاثة وتلت اتفقنا أنه هذا السؤال بالذات ممكن أحله بطريقتين وخطأ يا خامس أجي أحكي خمسة ناقص ثلاثة اتنين وتلت اتنين وتلت جواب خطأ هذا السؤال بالذات ممكن أحله بطريقتين اتفقنا أنه هاي مقامها واحد واتفقنا أني هون بحول العدد الكسري إلى كسر غير فعلي شو بتصير؟ بتصير خمسة على واحد خمسة على واحد ناقص ثلاثة في ثلاثة تسعة زائد واحد عشر على ثلاثة الآن بوحد المقامات هذا المقام الأكبر ضرب ثلاث ضرب ثلاث بتصير عندي خمسة على ثلاث ناقص عشرة على ثلاث ويساوي خمسة على ثلاث طلع الجواب عندي عدد كسر غير فعلي هذا الكسر غير فعلي اللي هو خمسة على ثلاث بدي أحوله لعدد كسري اللي هو عبارة عن واحد صحيح واثنين على ثلاث أو بطريقة الكتاب اللي هي ما أخذ الخمسة وفارض حظي ما حكيت لكم فك من الخمسة دينار اتفقنا أني بكتب الدينار أو الواحد اللي بفرطه على شكل كسر بسطه ومقامه يساوي مقام الكسر الثاني يعني لما أخذ من الخمسة واحد شو بتصير؟ بتصير أربعة والواحد الصحيح عبارة عن ثلاثة على ثلاث ناقص ثلاث صحيح وتلت يساوي أربعة ناقص ثلاث واحد ثلاثة ناقص واحد اتنين والمقام بينزل زي ما هو لاحظوا هيك نفس الجواب هذه طريقة الكتاب هذه طريقة بسيطة يمكن الطالب يستسهلها ويمشي عليها بكل سهولة هذا شرح درس طرح الكسور يا خامس التقيكم الحصة القادمة يعطيكم ألف عافية